موسيقى هيا إلى المناهل هيا إلى الحياة موسيقى هيا إلى المناهل هيا إلى الحياة في حلقة اليوم من المناهل تشاهدون المذيع يعلن أن المتسابق قد موسيقى صحراء سماء صافية صباح سيرتب سميح هذه الكلمات وفق الترتيب الهجائي وفق الترتيب الهجائي حسنا إن الظبي أسرع حيوان في هذه اللائحة إذن يجب وضع كلمة ضبي في البداية ثم السنجاب لأنه يستطيع أن يقفز فوق الضفضع والصرصور مرحبا سميح ماذا تفعل؟ أرتب هذه الكلمات وفق الترتيب الهجائي لكن هذه الكلمات غير مرتبة بحسب الحروف الهجائية إن النظام هو النظام لكن ترتيب الحروف الهجائية شيء مختلف عليك أن ترتب هذه الكلمات وفق التسلسل الهجائي انظر هذه بعض الأحرف الهجائية وهي مرتبة ترتيبا صحيحا أليس كذلك؟ سين شين صاد ضاد ط ض أجل والآن يا سميح ابحث عن كلمة تبدأ بحرف السين مثل كلمة سنجاب سين سين سنجاب سين سنجاب ثم هذه كلمة تبدأ بحرف الشين مثل كلمة شبل شين شين شبل شين شبل كلمة سرسور سرسور تبدأ بحرف الصاد صاد صاد سرسور صاد سرسور وتبدأ كلمة الضفضع بحرف الضاد ضاد حسنا ضاد ضفضع ضاد ضفضع والآن كلمة طاوس تبدأ بحرف الط طاوس 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 ض ضبي ض ضبي والآن يا سميح ها هي الكلمات مرتبة وفق التسلسل الهجائي إذا كنت تريدين أن أرتبها وفق التسلسل الهجائي فلماذا لم تطلبي ذلك؟ أقصد أن النظام هو النظام ألف بطاوس تبدأ جيح خدد ذل رب زي سي جي صاد طاوس ضب عين غير فق كلمة من نون ها و يا ألف با تا 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 جي حا خا دا ذا را موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل من خدمة؟ اريد مقابلة الممرضة انا الممرضة؟ ما بك؟ اشعر انني مريض مريض؟ اجلس ارجوك شكرا اين موضوع الألم؟ في معدتي فهمت ماذا تناولت في الفطور؟ كوبا من العصير العصير؟ هذا لا يسبب ألما في المعدة؟ ونصف قرص من الخبز نصف قرص محروق؟ لا غريب ولكن لا أعرف لماذا تؤلمك هل تناولت فاصولياء؟ لا لم أتناول فاصولياء هل تناولت شيئا آخر؟ شيئا واحدا فقط ما هو؟ أكلت طبقا من البيض طبقا من البيض؟ نعم كم بيضة أكلت؟ كم بيضة؟ كم بيضة؟ بيضة 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 تسع بيضات فقط تسع بيضات فقط؟ نعم عرفت الآن ما الذي سبب ألم معدتك؟ تنويع الطعام؟ لا إن الإكثار من البيض يضر يضر؟ إذن ماذا أفعل بكل هذا البيض؟ مستشفى نهول إذن ماذا أفعل؟ نهول إذن ماذا أفعل؟ 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 أهلا أنا مشوش الفكر أتريد مساعدة؟ نعم معي لائحة بأسماء الأماكن التي سأشتري منها ولا أستطيع قراءتها حسنا أنا أحب القراءة وسأساعدك في قراءتها حسنا تفضلي مكتب البريد المكان الأول مكتب البريد إنه هناك رائع أعرف أن المطلوب مني هو شراء طوابع من مكتب البريد ثم إلى أين أذهب؟ ثم إلى الصيدلية المكان الثاني الصيدلية عظيم الصيدلية سأجد الدواء في الصيدلية أها ما هذه الكلمة؟ هذه الكلمة هي المدرسة بعد أن تذهب إلى مكتب البريد والصيدلية اذهب إلى المدرسة إلى المدرسة؟ مهام وهل هناك ما نشتريه من المدرسة؟ أعتقد أن من كتب لك لائحة المشتريات هذه يداعبك ماذا تعنيين؟ ماذا يمكن أن أحضر من المدرسة؟ مهام، يمكنك أن تحصل على العلم ومن ثم تستطيع قراءة لائحة المشتريات بسهولة ممنوع مرور الدراجات الهوائية ممنوع مرور الدراجات الهوائية لنجلس ممنوع مرور الدراجات الهوائية لا 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 إلى اللقاء سرعة القصوى ستون كيلو متراً في الساعة طريق ضيقة منحدر خطر طريق غير مهد انتبه حيوانات تعبر الطريق خروج موقف عام عزيز عدنان يحييكم وينقل إليكم صورة حية لما يجري في الملعب السباق المثير يوشك أن ينتهي الآن لقد ركض العدان حوالي عشرة أميال الآن الأسرع هو الأقرب إلى خط النهاية يبدو أن اللاعب أحمد حسن هو الفائز نعم نعم أستطيع رؤيته الآن إنه يفوز أؤكد لكم ذلك إنه يفوز حسناً ها هو قادم الآن إلى هنا سأجري مقابلة معه عفواً عفواً هنيئاً لك أيها العداء هنيئاً لحظة لحظة من فضلك أخبرنا عن السباق ما هو شعورك لقد رأيتك في المقدمة وقلت للمشاهدين إنه يفوز وكنت على حق أخبرنا ما هو شعورك شعوري عظيم ولكن أرأيتم أيها المشاهدون إنه منقطع النفس ولا يستطيع الكلام جيداً لكن الذي يهم أنه فاز نعم لقد فاز فوزاً ساحقاً استمعوا إليهم وهم يهتفون لهذا الرجل إنه يستحق ذلك فقد فاز لا لما فز لقد فاز صديقي ... ... انا اسمي عطية احب الركضة والسباحة والدراجة الهوائية انا اسمي عطية انا اسمي عطية الركض في الصباح يعطيني حيوية احس النسيمة يدعب وجنتي اشعر بارتياح تتفتح رئتية انا اسمي عطية انا اسمي عطية احب الركضة والسباحة والدراجة الهوائية انا اسمي عطية انا اسمي عطية انا اهوى السباحة في الصيف والشتاء تمنح اعصابي الراحة الحركة في الماء دراجة الهوائية تسلية اليومية وتمارين الصباحية بها تحركوا رجليا وظهري ويديا اصعدوا مع اصحابي التلالة العشبية نهبط ونضحك نتعب نقعه وننهض نلعب بالدراجة الهوائية وحب الركضة والسباحة والدراجة الهوائية أنا اسمي عبيّة أنا اسمي عبيّة أوقد النار فالجو بارد جداً قلت أوقد النار فالجو بارد جداً أأنت تقول أوقد النار؟ هو يقول إن الجو بارد جداً نعم أنا قلت أوقد النار فالجو بارد جداً أأنت تقول إن الجو بارد جداً؟ إنه يقول أوقد النار أنا قلت أوقد النار فالجوه بارد جدا سأفعل ذلك بنفسي ماذا قال؟ قال أوقد النار فالجوه بارد جدا عجيب إن الجو دافئ هنا والآن حانم أوعدكم مع مطبخ فرحان يطبخ موسيقى 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 طبخة موسيقى اسمعي لدي أحجية لك حسنا ما هي؟ متى يلحق الريم بالذئ؟ آه داني أفكر من عدة الريم أن يبتعد عن الثئاب آه حسنا إني أستسلم لحظة لحظة متى يلحق الريم بالذئب؟ آه إذا كانت ترتيب حسب الحروف الهجائية ذئب تبدأ بحرف الذال هذا صحيح يا سميح ريم تبدأ بحرف الراء أنت على حق الراء بعد الذال هذا صحيح الراء تأتي بعد الذال في الحروف الهجائية من عادتي أن أتفوق عليهم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ركم الهواء فرقة الغناء التي ستشارك في برنامج الليلة فرقة ضريفة اسمها مكتوب هنا فعلى اللوح المغطى الآن مع الفرقة الغنائية المجهولة نسكن بين الأشجار بالأدمال والبراري نسكن بين الأشجار بالأدمال والبراري فالأسد الكاسر وزئيري دوما هادر وأنا حمار الوحش انظر كيف أمشي وأنا ذهد شرس وماكر مفترس معروف في البلدان تروى عن القصص وأنا النمر وأنا النمر سريع القرص احترس أنا زراطة جميلة ورغبتي طويلة 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 وأنا الفرد وأنا الفرد سريع حين أعد نسكن بين الأشجار بالأدمال والبراري نسكن بين الأشجار بالأدمال والبراري شكراً أيها الدكتور جناء جميل فلنحي معاً المشاركين في الغناء واحداً واحداً الأشد حمار الوح البعض النمر الزراطة الكهد والآن تعالوا نعرف اسم هذه الفرقة فرقة حيوانات الغابة مرحباً أهلاً هل يمكنني أن أساعدكي؟ نعم أنا بحاجة إلى كتب عن صغار الحيوانات لحظة لو سمحت نعم هل لديك كتب عن صغير الأسد؟ أجل لكن صغير الأسد يسمى شبل شبل؟ نعم شبل شكراً سأشتري هل لديك كتب عن الكلب الصغير؟ أجل لكن الكلب الصغير يسمى جرو جرو؟ نعم جرو شكراً شكراً ماذا عن صغير البقرة؟ موجود لكن صغير البقرة يسمى عجل عجل؟ نعم عجل سأخذه شكراً ماذا عن صغير الدجاج؟ موجود لكن صغير الدجاجة يسمى كتكو كتكوت؟ كتكوت؟ نعم كتكوت هذا رائع شكراً أعتقد أن هذا يكفي يلا العجب كل هذه الكتب عن صغار الحيوانات؟ هل تنوي فتح حديقة حيوانات؟ أجل أنوي فتح حديقة لصغار الحيوانات هل تدلينني على من يمكنه إدارة الحديقة؟ هل تعرفون اسم هذه الفرقة؟ فتح حديثة 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 نحن أجهوانات؟ هذه لغتي فوق الشفت كالأغنية المناهل هيا إلى المناهل هيا إلى الحياة في لفتة الخيال في عالم الجمال في اللفتة اللطيفة في اللمسة الخفيفة في اللفتة الظريفة في كل ما نرى هيا إلى المناهل هيا إلى الحياة في لغة الأصيلة في الكلمة الجميلة توفش المعاني ونغمة الأمان ودكرة الأمان وحكمة الحياة هيا إلى المناهل